اي دي او اشتركوا في القناة هدفا مباشرا للسلطات في دول عدة ومنها البحرين التي تمارس قمعا ممنهجا على الناشطين والاعلاميين الذين يحاولون احاطة الجمهور المحلي والخارجي بحقيقة سياسة الاستئصال التي تمارس ضد مكون اساسي في هذا البلد كما ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي رفعت رصيدها في الاعتداء على الصحفيين والفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين واحصت لجنة دعم الصحفيين خلال عام 2016 خمسمائة واربع وثمانين حالة اعتداء توزعت بين استهداف الرصاص الحي ادى الى استشهاد المصور اياد عمر السجدية في القدس المحتلة واعتقال اكثر من مئة وثمانين اشتركوا في القدس المصور اشتركوا في القدس المنتبوب